على طائرة التواصل غير المنقطعة تتجدد زيارة الرسمية بين الأشقاء في كتاب التلاحم وصناعة مستقبل أفضل يصل رئيس إقليم كردستان نيجيرفان ألبارزان إلى عمان في لقاء رسمي مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ابن الحسين التجاذب بين أربيل وعمان جزء لا يتجزع من التقارب بين الأردن والعراق فالخطوط والثوابت والمصر المشترك الذي يرسم بأقلام الحكمة الهاشمية نحو العراق يهدف إلى دعم ركائز الاستقرار في البلد الشقيق العراق كذلك تريد أربيل التي لا تنفصل عن عمان في الرؤى المستقبلية كما هي التي لا تنفصل عن العراق كجزء من بلاد الرافدين المتنوع والمتعدد في قصر الحسينية جمع اللقاء الخاص بين البارزان والعاهل الأردني بما يخدم تعزيز العلاقات المتبادلة والثنائية وتعاون اقتصادي مع تركيز على التحديات الإقليمية سيما ما يتعلق بالتواصل العربي مع أمريكا التي تواجه الأنظار إليها في زيارة مرتقبة للعاهل الأردني وهذا ما يعزز النهج الثابت لدى الأردن في الحفاظ على استقرار المنطقة جهود دبلوماسية وزيارات رسمية لن تكن الأولى بين الجانبين لكنها تعزز تفاعل الأراء والفهم المشترك لقضايا مشتركة سيما ما يتعلق بملف الإرهاب والتفاهمات السياسية والعلاقة بين البلدين وحرص الأردن على أمن واستقرار العراق ترجمة نانسي قنقر